رسالة أخرى تشتمل على أسئلة مجموعة من الشباب يسألونها السؤال الأول إذا كان النبي صلى الله عليه وآله بعث لكل العالم فلماذا لم يرسل الرسائل والرسل لتبليغ رسالته لكل العالم مثل الهند والصين وأوروبا وأمريكا وهكذا سؤال منطقي ومن حق السائلين أن يطرح هذا السؤال إذا كان النبي صلى الله عليه وآله بعث لكل العالم فلماذا لم يرسل الرسائل والرسل لتبليغ رسالته لكل العالم مثل الهند والصين وأوروبا وأمريكا وهكذا لأن الذي يقرأ السيرة ويقرأ التعريخ فإن عمل النبي كان محصورا في جزيرة العرب صحيح أنه أرسل بعض الرسائل إلى ملوك العالم لكن السائلين يسألون عما هو أكبر من ذلك لماذا لم يتواصل مع سائر الشعوب والأمم الأخرى نحن إذا أردنا أن نتحدث أن نتحدث عن أي مؤسسة أو عن أي دولة أو عن أي مجموعة أكانت اقتصادية علمية إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الأمثلة التي أشرت إليها لا بد أن نعرف طبيعتها وأن نعرف القوانين التي تلتزم بها فإذا كان حديثنا عن رسالة نبينا صلى الله عليه وآله لا بد أن نعرف الموضوع من داخله لا أن نحكم عليه من الخارج رسالة النبي إنني أحدثكم بحسب دين العترة الطاهرة لا شأن لي بما تعتقده سقيفة بني ساعد ولا شأن لي بما تعتقده سقيفة بني طوس إنني أحدثكم عن دين العترة الطاهرة وعن ثقافة العترة الطاهرة النبي حينما كان في مكة بداية مرحلة التنزيل ثم انتقل إلى المدينة نهاية مرحلة التنزيل إذن هناك مرحلتان مرحلة مكة ومرحلة المدينة هاتان المرحلتان تشكلان مرحلة كبيرة هي مرحلة التنزيل تنزيل المدينة نسخ تنزيل مكة فدين المدينة يختلف عن دين مكة دين مكة كان ديناً بدائياً ابتدائياً دين المدينة صار ديناً تفصيلياً ديناً متطوراً عن الدين الذي كان في مكة وبانتهاء مرحلة التنزيل في مكة بدأت مرحلة جديدة إنها مرحلة التأويل والتي بدأت منذ بيعة الغدير دين محمد صلى الله عليه وآله مثلما نسخ الأديان السابقة فإن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل من ومرحلة التنزيل تجتمل على مرحلتين المرحلة الثانية وهي مرحلة المدينة نسخت مرحلة مكة حينما دخلنا في مرحلة التأويل حينما أتحدث عن التأويل إنني لا أتحدث عن علم يقال له علم التأويل إنها مرحلة بكل تفاصيلها أنا أتحدث هنا عن الدين وليس عن علم يقال له التأويل لأن النبي صلى الله عليه وآله حين قال لعلي ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل ما كان يقصد من أنك ستقاتلهم على علم التأويل لأن النبي لم يكن يقاتلهم على علم التنزيل وإنما كان يقاتلهم على الدين كله بكل تفاصيله وعلم التنزيل علم من علوم الدين التنزيل مرحلة إنه الدين كله التنزيل قد يطلق على القرآن التنزيل قد يطلق على تفسير القرآن هذا علم حينما يطلق التنزيل على القرآن هذا علم علم القرآن وحينما يطلق التنزيل على تفسير القرآن هذا علم تفسير القرآن لكن النبي حين يقول لعلي صلى الله عليهما وآلهما ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل إنه يتحدث عن الدين كله فإن النبي قاتل بخصوص الدين كله لا بخصوص علم التنزيل التأويل مرحلة بدأت منذ بيعة الغدير حيث اكتمل الدين ومرحلة التأويل مرحلة تدريجية كلما تقدم الزمان كلما صار الدين أعماق ولذا أنزلت سورة التوحيد والآيات من سورة الحديد وأمثال ذلك أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان في أول زمان الدين لم يكن هناك متعمقون وإذا كانوا فهم نماذج خاصة لكن حينما تتقدم مرحلة التأويل فإن الأجواء تسمح بوجود متعمقين ولذا أنزل الله إليهم سورة التوحيد الآيات من سورة الحديد وأمثال ذلك من كتاب الله مرحلة التأويل تدريجية يتكامل التأويل التكامل الأول عند ظهور إمام زماننا ثم يترقى التأويل شيئا فشيئا حتى يصل إلى أعلى مراحل التكامل الثاني في الدولة المحمدية في آخر عصر الرجعة العظيمة هناك تتجلى رسالة نبينا القرآن واضح واضح القرآن واضح جدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا لم يتحقق لحد الآن وإنما كانت الرسالة في بدايتها كانت مرحلة تمهيدية بالضبط مثلما كانت مرحلة مكة تمهيدية لمرحلة المدينة فلما وصلنا إلى مرحلة المدينة نسخات مرحلة مكة وحينما اكتمل تبليغ الواحي رحل نبينا عن الدنيا وقبل أن يرحل بدأت مرحلة التأويل والبداية من بيعة الغدير مرحلة التأويل يتسيدها أئمتنا صلوات الله عليه منذ بيعة الغدير إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن حيث يتكامل التأويل في المرحلة الأولى في المرحلة المهدوية القائمية وهي تمهيد للدولة المحمدية العظمى التي تستمر خمسين ألف سنة إنها جنة الأرض وتسبقها دولة علي التي عبر عنها بدولة الدول ليس الحديث هنا عن دول كالدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة المراد من الدولة مرحلة زمانية بكل تفاصيلها تكون منسجمة ومتوافقة مع الذي يريده صاحب الدولة وتلك الأيام نداولها بين الناس إنها السنن الإلهية الحاكمة دولة محمد هي جنة الأرض ودولة علي هي دولة الدول الدول التي سبقتها وهي دول الأئمة التي تبدأ بالدولة الحسينية بعد انتهاء العصر القائم ليظهره على الدين كله المقطع الزماني منذ بداية هذه السلالة والتي حدثتكم عنها قبل قليل إنها سلالة أبينا آدم المقطع الزماني منذ بداية هذه السلالة إلى وقت الظهور لا قيمة له إنها جولة الباطل من يوم الخلاصي إلى نهاية الدولة المحمدية العظمى الزمان طويل 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 جدا فتكون هذه المدة منذ نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى يوم الخلاص حتى وإن كانت آلافا من السنين لا قيمة لها لا قيمة لها إنها مقدمة لدولة الحق هذه جولة الباطل هي دولة الباطل هي جولة الباطل دولة الباطل جولة ليست طويلة أما دولة الحق هي الدولة الطويلة التي تبدأ بيوم الخلاص وتنتهي بنهاية الدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الأرض هناك تتحقق رسالة نبينا ليظهره على الدين كله النبي في مرحلة التنزيل قام بالجهد الذي يناسب تلك المرحلة هي مقدمة لمرحلة التأويل التدريجي ولذا فإنه لم يرسل الرسل إلى كل الأمم بنحو علني واضح هذا إذا تحدثنا في الجانب الظاهري من الرسالة المحمدية نحن هكذا نخاطبهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم الجانب الباطني للرسالة المحمدية فإنه صلى الله عليه وآله يتصل بألطافه الخفية بكل الأمم قد تقولون كيف يتحقق هذا إنه التغيير النفسي التدريجي لتلك الأمم لقبول الحقيقة قد تقولون من أن الناس ترفض الدين وترفض الإسلام أي إسلام تتحدثون عن إسلام محمد ليس موجودا الناس ترفض دين الصحابة وإذا كانوا يرفضون دين الشيعة إنه دين الطوس الرفض الموجود هو لدين الصحابة ودين الطوس دين محمد ليس موجودا دين محمد سيظهر عند ظهور إمام زماننا أما هذا الذي نتحدث عن إنها محاولات كي نكون قريبين قريبين من فناء من أفنية دين العترة الطاهرة دين محمد هو دين القائم المهدي هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله الناس ترفض الإسلام من حقهم أي إسلام هذا إسلام الصحابة هذا الإسلام الأعرابي الوسخ أم هو إسلام الطوسيين إسلام السفاهة والسخف إسلام محمد صلى الله عليه وآله هو إسلام الحجة بن الحسن والذي سيظهر في يوم الخلاص أما نحن فإننا نحاول أن نتشبث بشيء من دينهم أن نتمسك بشيء من ثقافتهم هذه هي الحقيقة من الآخر الطاف محمد صلى الله عليه وآله جارية حتى في زماننا لماذا نسلم عليه في صلواتنا هل هو ميت إذا كان ميت كيف نسلم على ميت عندكم عقول أو لا نحن في خاتمة كل صلاة نسلم على رسول الله هل هو ميت إذا كان ميت لماذا نسلم عليه ما هذه العقول السخيفة هل يسمعنا أو أنه لا يسمعنا إذا كان لا يسمعنا لماذا نسلم عليه ما هذه السخافة إذا كانت القضية رمزية فإننا نستطيع أن نفعلها في السنة مرة واحدة في الشهر مرة واحدة في كل صلاة يوميا نسلم على رسول الله لماذا نسلم عليه لأنه حي لأنه يسمعنا لأنه ينظر إلينا لأنه يرد علينا لأنه يدقق في سجلاتنا لأنه يتواصل مع الخلق تواصلا خفيا بألطافه الخفية لهذا نسلم عليه وإلا لا معنى للسلام عليه فرسالة نبينا ستتحقق عند ظهور إمام زماننا هذا التحقق الأول وهو مقدمة للتحقق الأعظم هذه الآية التي تكررت في الكتاب الكريم ثلاثا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله جاءت في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة الصف هذه الآية تخبرنا من أنها ستتحقق في يوم الخلاص هذا التحقق الأصغر أما التحقق الأعظم فإنها ستتحقق في الدولة المحمدية العظمى نذهب إلى فاصل حين يقول القرآن في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين القرآن يتحدث هنا عن حقيقة واضحة من أن الإسلام لم يكن كاملا في مرحلة التنزيل وإنما اكتمل في مرحلة التأويل فهل كان هذا الإكتمال إكتمالا فعليا هذا الإكتمال كان إكتمالا فعليا من جهة من حيثية بوجود المعصوم بوجود أمير المؤمنين بوجود الأوصياء من بعد رسول الله وكان الإكتمال إكتمالا استعداديا ما يقال عنه إكتمال بالقوة بما أن سلسلة المعصومين ستستمر إلى قائم آل محمد حيث يكتمل الإسلام الحقيقي عند ظهور إمام زماننا فهذه المرحلة التأويلية التدريجية تجعل الواقع مستعدا للوصول إلى مرحلة تكامل الإسلام في يوم الخلاص في زمان كل إمام لو أن الفرصة أتيحت للإمام المعصوم في كل زمن من أزمنتهم صلوات الله عليهم لكان الأئمة هم الذين يؤدون دور الرسول صلى الله عليه وآله في إرسال الرسائل والرسل إلى سائر الأمم لكن الظروف الزمانية هي التي حالت فيما بينهم وبين هذا الأمر كانوا يقومون بحسب المساحة المتاحة وبحسب الإمكانات المتوفرة لأن الأئمة اشتغلوا وفقا لهذا القانون الذي بيّنه لنا إمامنا الصادق صلى الله عليه أبالله إلا أن تجري الأمور بأسبابها الأئمة اشتغلوا بالأسباب المتوفرة العادية ولم يتجاوز هذه الأسباب إلى ولايتهم بإمكانهم أن يوفروا الأسباب التي يريدونها لكن هذا سيجعل الحجة ضعيفة على الناس إنما تكون الحجة قوية على الناس في مرحلة التأويل التدريج حينما يكون المعصوم الذي يمتلك ولاية على الأشياء يكون متصرفا بحسب الأسباب الطبيعية لتوثيق الحجة على الناس من أن الأئمة هكذا فعلوا وهكذا قالوا وكانت الظروف التي تحكمهم هكذا وهكذا وهكذا أعتقد أن الصورة صارت واضحة وأن الجواب صار مناسبا للسؤال الذي قرأته عليكم ترجمة نانسي قنقر